نظم نجد طموح رياضي لذوي الإعاقات الذهنية مسابقة كرة السلة للنبيات الخاص للرجال الفئتين من 16 إلى 21 ومن 22 سنة فما فوق والتي تهدف لإكساب ذوي الإعاقة الذهنية مهارات تساعدهم على تجاوز حاجز الإعاقة المسجد من التفاصيل في سياق هذا التقرير رمية أولى ورمية أخرى لكن الرمية الثالثة ستدخل لا محالة فالإصرار سيد الموقف نادو الطموح الكويتي قدم الرعاية والتجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الإنجازات الرياضية في كافة المحافل الدولية هذه البطولة سوف تؤهل اللاعبين أو تساعد في اختيار اللاعبين المميزين للمشاركة في البطولة العالمية في برلين السنة القادمة الصيف القادم في شهر ستة فالنادي الطموح دائما يقدم تسهيلات ويذلل الصعاب لعمل هذه اللقاءات والارتقاء بالأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية ودمتهم في المجتمع وإشراكهم في البطولات المحلية والعالمية تسير القواعد هنا في لعبة تعتمد بالدرجة الأولى على المهارات والتركيز في التصويب فمن يستحوذ على النقاط الأعلى يتم اختياره لتمثيل منتخب الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالإعاقة الذهنية والتي ستقام في برلين اليوم نحن في مجمع سعد العبد الله للمبادرة التي قيمها الأولمبياد الخاص الكويتي من أحدى المبادرات للأولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع نادي الطموح لفريق كرة السلة شباب وتنقسم إلى قسمين فئتين من 16 إلى 21 سنة ومن 21 سنة إلى ما فوق لاشتراكهم في البطولة العالمية في برلين أجواء الجدية والترقب صاحبت اختبارات مهارات كرة السلة وكل لاعب من ذوي الإعاقة يحدوه الأمل ليحمل علم الكويت في المحافل الدولية إن شاء الله ندفع على الكويت حالي القائمين على نادي الطموح الكويتي ثمنوا الدور الهام الذي لعبته الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة السلة في تدليل الصعوبات وفي تنفيذ برنامج مثالي لإعادة كرة السلة إلى دائرة الاهتمام تعددت البطولات إلا أن الجديدة هذه المرة أولمبيات لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة وبالإصرار والعزيمة تتحقق الأهداف إدريس العلوان تلفزيون دولة الكويت